ازايكو عاملين ايه كله تمام يا رب تكون كل حاجة بخير وعال العال زي ما قلتلك في البداية بتاعت الحلقة انا من اكتر الناس اللي مبسوطة بمسألة انه الناس بتتكلم عن الانتخابات تنتظر الانتخابات تفكر وتتحدث الانتخابات بس انا برضو من انصار خلينا واحنا بنتكلم مش قولك نتكلم بحرص نتكلم بدقة نبقى فاهمين احنا بس بنقول ايه الاستعدادات الانتخابية واهمية هذا الاستحقاق الدستوري الا وهو انتخابات رئاسة الكمهورية ده شيء شديد الاهمية خليني ارحب بضيفي العزيز صديقي الاعز الدكتور سعيدة عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحول الانسان منورنا عمل ايه كله تمام الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق دستوري صح؟ تمام عظيم اول سؤال المسؤول عن الانتخابات الان في مصر هي هي هيئة محددة طبقا للدستور هي المسؤولة عن الانتخابات الانتخابات تتم باشراف قضائي وبعدين هروح فتح قوس وقول وهناك جمعيات ومؤسسات وهيئات محلية وعربية ودولية تقوم بمراقبة الاجراء الانتخابي تمام يعني ايه مراقبة الاجراء الانتخابي؟ هي مش مراقبة هي طبقا للتعريف المصطلح بتاعتها في الادبيات الامر المتحدة اللي اصدرت حاجة اسمها زي المساق المنظمات في المتابعة اسمها متابعة الانتخابات حلو لانه لا يجوز في دولة ذات سيادة ان تقوم منظمات بمراقبة مؤسسات دولة ذات سيادة لكن احنا مهمتنا هي متابعة الاجراءات التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها لاجراء الانتخابات للتأكد من ان الارادة الحرة للمواطن هي التي افرزت النتيجة النهائية بمعنى جوهر متابعة المنظمات الاهلية المستقلة عن الحكومة ان تتأكد ان نتيجة الانتخابات عكست ارادة المواطن وليس ارادة من يجري الانتخابات وده ليه؟ لانه الناس مش ياخد بالها انه زمان في التسعينات وفي التمينات كان الذي يشرف على عملات انتخابية وزارة الداخلية وكان القانون يعطيها هذا الحق وزارة الداخلية احد السلطات التنفيذية في الدولة فلو عندك مرشحين منتمين للدولة سواء رئاسية او برلمانية بالضرورة انت لا تضمن حياد هذه المؤسسة حتى من حيث الشكل بعد كده نضلت منظمات مدنية محترمة جدا خلال فترة التسعينات عشان نعمل حيئة مستقلة تشرف على الانتخابات جميل فبدأنا باللجنة العليا للانتخابات وكانت تابعة لوزارة العدل نضلنا ايضا كثيرا وفي عدد من المؤتمرات والتوصيات والمقترحات وقلنا برضو وزارة العدل لا تختلف عن وزارة الداخلية نحتاج هيئة وطنية مستقلة عن الدولة ومؤسساتها لمتابعة اجراءات العملية الانتخابية فنحن الآن امام الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة يترقصها قاضي من شيوخ القضاء في مصر نقبل اسم حكمة النقل وعدد من شيوخ القضاء ويشرف على كل صندوق قاضي العملية دي ما جاتش بين يوم وليلة لازم الناس تبقى عارفة مش انا لا ادعي فضل بس لازم نبقى عارفين انه احد اركان تحسين جودة النظام الانتخابي والوصول الى محطة ان يبقى فيها هيئة وطنية مستقلة لاجراء العملية الانتخابية منذ الالف حتى الياء هي المنظمات المدنية في مصر وجامعات حول انسان يعني احنا شاركنا في ده وبنطالب بيه من بدري واللي الناس مش واخدى بالها منه احنا بنتابع الانتخابات في مصر اول تجربة لمتابعة الانتخابات في مصر الف تسعمية خمسة وتسعين وده تاريخ مهم جدا قبل هذا التاريخ لم تكن تعرف مصر متابعة لمنظمات حقوقية لاجراء العملية الانتخابية وكانت المراقبة في ذلك الوقت اول متابعة مرفوضة من انا بقولها بكل صراحة على الهواء كانت مرفوضة من الدولة واجهزتها وكان ممنوع علينا ان احنا الرئب وكنا نرئب خلصة عشان نشوف الاجراءات خمسة وتسعين شوف وصلنا من خمسة وتسعين وتعدل القانون وبعدين وصلنا الالفين اشراف جزئي من القضاء اللجنة العلية الانتخابات الى الاشراف القضاء فما ينفعش يجي حد دلوقتي انا اسف لا يعلم شيء عن تاريخ مصر ويقول ان ال34 منظمة اللي بيرقبوا الانتخابات ويصفها باتصافات اولا لا طاليق بيه يعني مفترض انه ناس مستنيرة او تدعي انها مستنيرة لازم يعرف تاريخ المراقبة الانتخابات او متابعة الانتخابات في مصر اتعامل ازاي وكان ايه الاول ووصلنا لايه فانت عشان بعض الجدل الدائر انا شاركت ضمن عدد قليل جدا موجود الان على الحياة الحقوقية 1995 ولا برأة بالانتخابات في مصر 97 انتخابات محلية 2000 انتخابات برلمان 2002 محلية 2007 نواب 2008 شورى الناس بتتكلم احنا في تاريخ للمراقبة في مصر ادبيات متابعة الانتخابات والتأكد من جودتها ارثت قاعدته في مصر منظمات حقوقية وشخصيات حقوقية احنا اللي ترجمنا الادلة التدريبية بتاعت الاول المتحد احنا اللي عملنا قاعدة للمدربين عشان يدربوا المتابعين والمراقبين ازاي تابع العملاء الانتخابين ميساق العمل اخلاق الخاص بالانتخابات احنا المنظمات البدينة اللي عملنا وعاوز اذكر الناس اللي بتنتقد المنظمات اللي حصلت على تصريح دلوقتي احنا مش ولاد النهاردة احنا قدام قوي 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 في الوقت اللي احنا كنا منتابع في الانتخابات انا ما عرفش وهم كانوا بيعملوا اي انا أسμο ما عرفش بس الليل عارفوا أن احنا كنا بريب الانتخابين وذكروا من انتخابات 2010 ويرجعوا لتقارير المنظمات الحوائية في انتخابات 2010 ويشوفوا المنظمات الحوائية قالت إيه ويشوفوا الهيئة واللجلة العليا في حيثيات تأسيسها استشهدت بإيه معظمها توصيات المنظمات الحوائية البعض ما كانش ليه أي علاقة بالسياسة المصرية لا من قريب ولا من بعيد خمسة وقت شئ لها ندخل على تلك هي بعيدا عن مجريات العمل السياسي والشارع المصري بالأساس كلام لا يا ليك والبعض للأسف الشديد أيضا بيحب دايما ينتهج السياسة بتاعت يعني خدوني معاك بدل ما اشتم خمسة وتسعين داخلين على تلاتين سنة وانت بتتكلم عن منظمات بتقول ان هي من تحت السلم مين اللي من تحت السلم ده يعني أنا أنا يعني طب انت قولي تاريخك اخر خمس سنين ايه بس او اخر خمس سنين او عشر سنين فيه ناس محترمة حريصة بنشتغل في حدود المتاح احنا مهمتنا يا سيد يوسف احنا مهمتنا الناس مش قادرة تفهم انا مش مهمتي جمعاء محي اسمعين يا جماعة انا راجل اصلاحي انا راجل اصلاحي حقوق الانسان فكرة اصلاحية وليست فكرة ثورية الثورة دي حاجة مش تبعنا ما ينفع وبرضو الناس مش قادرة تفهم ان احنا دورنا احنا جزء من الدولة لانه الدولة دي تشمل المعارض والمؤيد وكل حق يعني مش الدولة بتاعت مجموعة معينة انا جزء من الدولة ولازم اتحاور مع الدولة لاصلاح حالة حقوق الانسان لان انا بستهدف المواطن هو انا ينفع حضرتك عندك شكوى احلهلك بالعافية بلوي الدرعة هروح سفارة اجنبية خبت عليها مش لازم اروح لوزارة او الحكومة اطلب منها وانقل هذه المشكلة عشان الدولة تساعده لازم بقى في دولة ولازم بقى في دولة قوية وزاد سيادة ومهمتي اولا احافظ على سيادة هذه الدولة عشان لانا يبقى ليه دور لان لو ما فيش دولة ما فيش حق انسان طب سؤال صححني لو انا غلطان بعد اذنك كثير من المنظمات الحقوقية المصرية والحقوقين المصريين ايضا يشاركون في متابعة او مراقبة انتخابات خارج مصر في دول اخرى طبعا في اليمن وفي العراق وفي تونس انا شخصيا ما انا شاركت في كل الانتخابات دي وفي زملالية راحوا في افريقيا وفي زملالية انا مليشي الشرب بس انا عندي زملاء من جيلي ومن جيلي سبقني معتمدين في الامر المتحدة متابع دولي يعني لما الامر المتحدة بتعمل بعثة بتختاره هو فيها يا جماعة انا مش فاهم يعني تعالى بقى بينا نرجع على الاستعداد للاجراء الانتخابي ده الاجراء الانتخابي الاكبر دائما والاهم في اي دولة في الدنيا الاجراءات الانتخابية في مصر يمكن احنا النهاردة كان عندنا المؤتمر الصحفي لها الوطنية للانتخابات واللي قالوا بوضوح شديد احنا شغلنا بنقف فيه على مسافة متساوية من كافة المرشحين ادي واحد اتنين بخصوص بدء الاجراء الانتخابي احنا هنعلن الجدول يوم الاتنين اللي جاي انا اخد الخطوة بتاعت وماذا بعد اعلان هذا الجدول بنعمل ايه احنا مين؟ كناخبين ولا كمنظمات كمنظمات الاول احنا؟ احنا بدقين من بدري اول ليه؟ اقول لك ليه بدقين من بدري؟ لاننا احصل على تصريح اللي 34 منظمة اللي حصل على التصريح دي الناس مش عارفة احنا حصلنا على التصريح ازاي؟ انت عارف ان انت احنا مسجلين في وزارة التضامن طبعا فلازم كل سنة حتى لو ما فيش انتخابات كل سنة حتى لو ما فيش انتخابات تقدم الى الهيئة الوطنية الانتخابات بتفوض من رئيس المؤسسة او رئيس الجمعية الهيئة الوطنية الانتخابات ميزانيتك وشهادة من وزارة التضامن ان انت ما عندكش لمخالفات مالية ولا مخالفات ادارية تمام؟ وتروح تقدمه عشان يحصل تجديد سنوي لتصريح مراملة الانتخابات لا ربما احنا متعرفش ممكن يبقى في سنة في الانتخابات فاحنا كل سنة بنعمل ده فاحنا في بداية كل سنة بنقدم هذه الاوراق الى الهيئة الوطنية الانتخابات وعندنا حد بنسميه مفوض من المؤسسة او من الجمعية يتعامل مع الهيئة وبعدين تصدر الهيئة تراجع الاوراق اللي توفق له تطلع قرار زي القرار تلع الاسبوع اللي فات تسمي المنظمات المصرية والعربية والدولية التي حصلت على تصريح من النهاردة بدأت مهمتنا استاذ يوسف من النهاردة بدأت مهمت طبعا ليه اولا انا النهاردة اخد الكودات يعني فيه نظام معقد ما يعرفوش الزمل اللي بينتقدون يعني فيه نظام معقد شوية بقى كله دلوقتي يعني الكتروني بيدونا زي الكودات كل متابعة بيبقى ليه رقم كود بنرفع بطاقته الشخصية ونرفع اسمه ورقم تليفونه واميله عشان يحصل على ايه تصريح بالمتابعة كارني يعني خش بيه بجهة خش هتسبح لك بتفقد اللي جان ازاي صح لازم تبقى متابع معتمد فالنهاردة وبكرة لغاية يوم 24 الديدلاين نبدأ نسجل مراقبنا او متابعنا وبعد كده بعدها باسبوع رح نستلم الايه الكارنيهات بعد ما نستلم الكارنيهات المتابعين بتاعنا دول لازم تعمل لهم دورات تنشطية لان القانون بيتغير القانون باشي الحساسي بتغير ودستو الساعات بيتغير فلازم تعمل دورة تنشطية تعيد تأهيلهم تاني في آليات المتابعة فانت بتتبع الانتخابات بايه بثلاث مراحل المرحلة الاولى دعوة فتح الباب للترشح واعلان الاسماء المرحلة اللي هي الميدانية اللي هي انت بتتبع سير العملية الانتخابية والتأكد من سلامتها الاجراءات واللجنة في قد ولا ما فيش في تأخر في اللجان ولا لأ في تسويد ولا لأ في تزوير ولا لأ الى اخره والمرحلة الاخيرة اللي هي الفرز واعلان النتائج القانون المصري وفيها القانون الهيئة وفيها حققهم وفيها واجباتهم والتعامل ازاي مع الظروف المختلفة ثم تنطلق عملية المراقبة اول ما تفتح باب الترشح نبدأ احنا بقى نشوف بقى المرشحين في فترة دعاية من اليوم التالي اعلان الاسماء مدتها اسبوع عشرة يوم خمسشة يوم نتابع الدعاية عشان نكسر الدعاية او التجاوز في الدعاية او سقف تجاوز سقف المالي للدعاية لو هو عشرة مليون لو في حاجات انت بتحسيبها بنارات تضربها تلاقي العملية في فلوس زيادة كل دي براح الرصد بيرصودها المتابعين وبتقدم تقريرك في النهاية ده موضوع كبير يعني يعني مش احنا يعني العملية مش بالبساطة دي فاحنا دورنا بدأ من اولا من شهر فات او اكتر كمان لما قدمنا التصريح ولما حصلنا على الكودات النهاردة وهناخد الكرنهات ثم يبدأ تدريب المتابعين بتوعنا ثم تبدأ المرحلة المدنية في الرصد وتوصيق من مؤسسات الدولة لو في حاجة فيها عدم حياد لو في حاجة فيها تجاوز في الدعاية الانتخابية اللي بنسميها الدعاية السودة فيها كراهية فيها تحريض حتى التحريض ده بدأ عندنا كمان من بدر قوي حاجة غريبة جدا لكن ما علينا كل ده بيتم الرصده ده يعجبك او ما يعجبكش لا يعنيني في شيء انا بعمل التقرير بتاعي ارجعوا للتقاريد فيه تقارير مهمة جدا صدرت طب سؤال بقى الانتهاكات المخلفات على ما يبدو انه حتى الالفاظ فيها تدرج طبعا ايه الفروق الانتهاك تقوم به مؤسسة تابعة للدولة ده انتهاك ليه لانها خالفة القانون اللي هو اللي هي حطاه ده انتهاك لكن الاخرين بيخالفوا دي مخالفة بالنسبة له الاخرين لو ممكن مثلا يبقى حد من اعضاء الحملة الفلانية اه يعني انا عندي مرشح الدولة كل انصار مرشح الدولة لو ارتكبوا ما يخالف القانون بتاع الهيئة وقانون الانتخابات ده اعتبروا انتهاك لو مؤسسة رسمية تدخلت في سير العملاء الانتخابية او في توجيه او في حجدة او فاور ده بالنسبة لانتهاك لكن الاخرين مخالفة ليه انت الدولة ومؤسساتها تنتهك القانون التي وضعته لانه انا بفترض فيك انه في علاقة بتحكمني القانون ده بيحكمني وبيحكمك وبيفصل بينه وبين فالدولة لا يجب للدولة والمساة ترتكب فيما عدد ذلك هو مخالفة ده بالنسبة لنا مخالفة لما بتعملوا التقرير بتاعك بيرفع لمن اولا احنا التقرير بتاعنا ليه هيكل يعني ليه بنيوية كده ما بيبقاش عشوائي انت بتعمل الاطار السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي السياقة اللازي تجرى فيه الانتخابات مش بتخش في الانتخابات على طول لانه ممكن السياق يبقى البيئة الانتخابية ممكن يبقى فيها مخالفات لقواعد الانتخابات ينتهي التقرير اول حاجة لازم ترسله الهيئة الوطنية للانتخابات انتوقع التصريح منه الناس بتتعالى شايفة انه خلاص براحتكم بس انا القانون بيحكم انا رجل بتاع قانون برسله هيا الوطنية للانتخابات ثم ارسله الى مؤسسات الامم المتحدة المعنية بالانتخابات فيها هيئات معنية ثم الرأي العام المحلي والرأي العام الدولي لو انت حابب فيه ناس بتبع عنيه على الرأي العام الدولي اكتر بالمحلي الله سهل لهم كويس لكن احنا في النهاية بتعمل منتج بتعلنه للرأي العام سواء محلي او دولي او اعلام او امم المتحدة او هيا وطنية الانتخابات شهادة حرة نزيهة عن نتائج سير العملية الانتخابية وتوصل في النهاية تقول رأيك هل هذه الانتخابات التي اجريت خالفت ميساق وقواعد الامم المتحدة الخاصة بالانتخابات ولا لا في حاجات طبعا مخالفات بتبقى بسيطة لكن في جوهر عام الانتخابية يعني تسويد ده ما اقدرش اعتبره حاجة بسيطة ده يخل بارادة الناخ لانه غير الارادة تسويد التزوير منع الناخبين من التسويت من قبل مؤسسة رسمية لا يجود ما ينفعش برضو ده يعني اي تأثير مباشر على ارادة الناخب في تغيير ارادته انا عاوزه الاستاذ يوسف طلع انا عاوزه الاستاذ محمد يبقى ده يمس العملية الانتخابية لكن في حاجات بتبقى في الدعاية في مكبرات صوت في حاجات في يعني تعتبر انها لا تمس جور العملية الانتخابية وبعدين دلوقتي يعني لا مؤسسة رسمية مين يقدر قدام العالم في ظل القنوات اللي موجودة لايف 24 ساعة تقدر تعمل الشغل اللي كان بتعمل زمان مش زمان انت ولا الهوى طبعا مش كنت معانا زمان في التدوير بطاقة الدوارة ما احنا حضرناها فاك بطاقة الدوارة ومنع الناخبين وقرى باكملها كان بتحصل حاجات بقى نسمع عنها في السلوات الاخيرة يعني مين يقدر يعمل ده دلوقتي وبعدين هو في قاضي هاتلي قاضي يقدر معه صندوق فيه 300-400 صوت يلعب فيه بأي شكل مشكل لصالح مين ولا القضي بيسمح لنافسه بذلك وليه أصلا يعني لا سلوكه ولا نزهته ولا وضعه تسمح بذلك ليه الناس عندها احساس دايما انه العالم كله ضدنا وما فيش حاجة تقول ليه لا بالعكس ليه نقى حديث كتير بقى عن الانتخابات والعملية الانتخابية انا مبسوط ان احنا تقابلنا اشانا ما نتقابلش غير على فترات متبعدة فانا عايز اشكرك جدا 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 على وجودك معنا النهاردة وشكرا جدا كمان على توضيح المسألة فيما يتعلق به المؤسسات والجمعيات ومؤسسات مجتمع المدني والحقوقين المصريين اللي بيتابعوا وبيرقبوا الانتخابات سوأذا كان في مصر مقاة العربية برة ده شيء مهم ومرة كمان ألف ألف شكرا شكرا دكتور سعيد كل شكرا دكتور سعيد بحافظ عضو المجلس القومي رحوق الإنسان بصوا يا جماعة أنا مش من أنصار مين بيلعب سياسة بقالو كم سنة يعني يا رب تكون بتلعبها أول مبارح ما عنديش أي أزمة يعني يا المسألة ما هياش كورسي سيمة بأسبقية الحجز خالص على كل خلونا نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل تقريبا لما حكيت لكو حكاية ديفيد هيرست الحقيقي وديفيد هيرست الكذاب اللي هو صناعة إخوانية واحدة يعني ما نعرفش ده إيه طيب نحن النهاردة هنتكلم على البندقية وغصن الزيتون تأليف الصحفي البريطاني الشهير جدا ديفيد هيرست الحقيقي وأيضا هنتكلم على كتاب آخر وهو التقصير وده اللي كتبوه مجموعة من كبار الصحفيين الإسرائيليين بالتحديد لكن العرض بتاع هذه الكتب هيبقى مع دكتور محمد عبود أستاذ اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية بجمعة عين شمس بعد إذنكم استنون شكرا